مرحلة جديدة تخوضها السعودية في اليمن خطوتها هذه المرة باتجاه ميليشي الحوثي الحليف الرئيس لإيران محمد بن سلمان قال في مقابلة على إحدى القنوات الأمريكية قبل أيام إن المملكة ترحب بتصريحات الحوثيين حول وقف إطلاق النار أعقبه نائبه في وزارة الدفاع وشقيقه خالد بن سلمان بتصريحات أكثر وضوحا مؤكدا أن بلاده تنتظر بإيجابية لتصريحات الحوثيين واصفا إياهم بالطرف اليمني في إشارة فسرها البعض بأنها أول اعتراف سعودي بتمثيل الحوثيين لليمن قبل أكثر من أربع سنوات تدخلت السعودية في اليمن تحت لافذة استعادة الشرعية والقضاء على انقلاب الحوثي لكن المعادلة اليوم أصبحت مختلفة فالحوثي أصبح في قام صرياض الطرف اليمني الذي تأمل أن تتوصل معه لسلام الأمر الذي قد يعني طي صفحة هادي وشرعيته المعترف بها دوليا مراقبون يرون أن تصريحات محمد بن سلمان وأخيه تحمل في طياتها إعلان هزيمة بعد قراب خمس سنوات من الحرب ومؤشرا لفشل الرياض في إزاحة وكلا إيران في اليمن وإعادة الحكومة الشرعية يؤيد ذلك موقف الرياض الأخير من انقلاب عدن حيث كان دورها فيه بمثابة الوسيط المسير لعملية الانقلاب بالإضافة إلى مهمة إسكاة الشرعية ومسؤوليها ومنع رفع أصواتهم ضد أجندتها الجديدة إبرام الرياض اتفاقا مع مليشيا الحوثي يعني بالضرورة تجاوز القرارات الدولية التي تلزم مليشيا الحوثي بالتراجع عن انقلابها وتمكين السلطة الشرعية من حكم البلاد كما تمثل تجاوزا للمرجعيات الثلاث التي لطالما أعلنت الرياض التزامها بها في أكثر من مناسبة ملامح جديدة تلوح في أفق المشهد السياسي تظهر فيها الرياض وأبو ضبي ومليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي كأبرز الفاعلين فيما الشرعية ومؤسساتها الدستورية وأحزابها السياسية خارج المعادلة كليا ينتظرون بسلبية تامة آخر مراسم طي صفحتهم من الخارطة اليمنية وإذ تبدو ملامح الاتفاق بين مشاريع التفكيك الداخلية ومشروع الهيمنة واليصال الخارجي ماضية باتجاه الإجهاز على تطلعات اليمنين تظل السلطة الشرعية وكأنها مجرد غطاء لكل هذه المشاريع فهل سيقبل اليمنين بهذا السيناريو؟ أم سيكون لهم موقف آخر؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر